بشكل رسمي قدم رئيس جزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أكمل عامه الثاني وثمانين أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ضاربا بعرض الحائط والاحتجاجات الشعبية ضد بقائه لولاية خامسة في السلطة تقديم أوراق ترشح بوتفليقة يأتي بالتزامن مع تأكيد المجلس الدستوري الجزائري شرط تقديم المرشح أوراقه شخصيا وليس عبر وسيط فيما لم يعلم بعد موعد عودة بوتفليقة الذي ما زال يرقد في مستشفى بسويسرا لإجراء فحوص طبية إلى البلاد كما تأتي خطوة ترشح الرئيس المنتهي ولايته المثيرة للجدل في الوقت الذي أعلن فيه المرشح المسقل غاني مهد الانسحاب من سباق الانتخابات الجزائرية التي جاءت لأسباب إدارية كما قال قيل لي أن رئيس المجلس الدستوري لا يمكن استقباله لأنني لا أحوز بأي ملف أنا أنسحب أنا أنسحب وتشهد البلاد هذه الأجواء الملبدة بالغيوم السياسية بعد إقالة رئيس الجزائري مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال قد تتظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدولها عن الترشح لانتخابات شهر نيسان المقبل في حركة احتجاجية غير مسبقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاماً وهو الأمر الذي عده مراقبون وسيلة لامتصاص غضب الشارع الجزائري حيث وجد سلال نفسه كحائط صد في خط المواجهة الأول لحركة الاحتجاجات الشعبية وكبش فداء لإنقاذ ما يمكن إقاذها لكن مفاعل ذلك قد تكون قصيرة الأمد لا سيما وأن شبح تظاهرات الغضب من السلطة الحاكمة يطوق مدن جزائر وحتى الآن قدم عدد قليل من المرشحين غير المعروفين ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري في حين تبدو شخصيات المعارضة متريثة كما عدل حزب العمال الذي ينتمي لأقصى اليسار للمرة الأولى منذ عام 2004 عن تقديم مرشح له بسبب الاحتجاجة الغضبة التي قتل فيها أحد المتظاهرين وأصيب العشرات